في مطبخ القرار الإيراني تتحرك أحجار الشطرنج السياسية في علاقات طهران مع المحيط الإقليمي والعالمي عبر بوابة العراق ثابت راسخ يؤكده السلوك الإيراني مفاوضات جديدة هذه المرة لكنها بنكهة الحذر الإيراني بعد شم رائحة التقارب العراقي الأمريكي بما يخدم مصالح بغداد في الاستقرار المالي وبما يخدم مصالح واشنطن وهنا تكمن جولات الصداع في رأس القرار الإيراني إذ ترتبك معادلاته بعد سحب بساط مشاريع الغاز من تحت طاولة طهران التي تقي اقتصادها من عقوبات أمريكا عبر الاستثمارات في قطاعات نفطية وتجارية في العراق خرجت تلك المخاوف من غرف المراقبة في الشارع العراقي وكذلك الغربي في الزيارة الإيرانية إلى بغداد أبدت طهران نهجها أو ما يشبه تمرير رسالة علنية لواشنطن عبر مكبرات الصوت العراقية في مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية فؤاد حسين بنظيره عبداللهيان ورغم أنها حملت كلمات الشكر والترحيب للجهود العراقية في تقريب وجهات النظر الإقليمية والدولية إلا أنها لوحت بالخطة با بحسب وصفها للغرب سيما صوب مفاوضات فين النووية الأمر أبعد من هذا الحد هكذا يحذر باحثون إذ أن المستوى الأمني الذي تنتزع منه صفة الهدوء في فترات معينة يعود بضربات للسيادة العراقية عبر مسيرات وصواريخ وهو ما يقلق بغداد التي تبحث عن استقرار مالي مرهون باستقرار أمني واقتصادي وبالتالي فهو تحدي أمام حكومة السوداني إذا استطاعت مسك العصى من المنتصف وإذا استطاعت صناعة التوازن بين مصالحها مع طهران وواشنطن من جهة وكفي يد التصفيات الخارجية على حساب الأرض والاقتصاد والأمن من جهة أخرى اتجاه آخر تضمنه بغداد في مشوار التوازن ودورها المحوري الإقليمي ما تحتاجه طهران من وجود طاولة عراقية تسعى أكثر لخلق الحوار مع السعودية إذن هي بحسب مراقبين عملية حسابية سياسية معقدة لابد للعراق أن يتقنها بما يضمن مصلحته أولاً وقبل أي حسابات خارجية اشتركوا في القناة